يا جدعان أقسم بالله العظيم أنا ما بقيتش عارف أعمل إيه بيبقى يوم ما يعلم بيه الله ربنا يوم ما بنلاعب منتخب الجزائر ده ما تشكوره ولا في أي حاجة بتجمعنا إعلاميا مع الإعلام الجزائري والصحافة الجزائرية والمعلقين والمذيعين الجزائريين والجمهور الجزائري تبقى يعني أيام ما يعلم بيه الله ربنا ما تشكوره تلعب من ثلاثة أيام ما بين مصر والجزائر الدنيا عندهم مقلوبة في الإعلام باهدلوا عصام الشوالي عشان الكلمتين اللي قالهم الكويسين على مصر باهدلوا أمه تمام وبعد كده تلعوا باتفرجوا بقى على قنواتهم تلعوا شوية محللين بقى من اللي قلبك يحبوهم على القروات الجزائرية كمية الفتي اللي تفتى كمية الكتب اللي تقال واحد تلع قال للمزيع أنا ما أعرفش إزاي عصام الشوالي نحازل المصريين والمصريين فرحانين بدا رغم إنه المصريين لازم يعرفوا معلومات تاريخية مهمة جدا عملها الجزائريين تجاه مصر طيب يا سيدي قولينا بقى الفاتية الجديدة إيه هي المعلومات التاريخية اللي عملوها الجزائريين تجاه مصر عشان برضو هرعايزين نتعلم منك حاجة كده فجأة قصة غريبة جدا كده في النص قال لك بومديين كان تعلم في الأزهر 11 سنة وأصلا المفروض أن السنوات دراست الأزهر 4 سنية بس هو دراست 11 سنة فمعني كانوا كان بيسقط المهم يعني قال لك بومديين بيقول المزيع كده بومديين درس في الحنا حكمنا واحد درس في الأزهر 11 سنة ومشي على رجليه من تونس لمصر مشي مشي على رجليه من تونس للقاهرة هو حد يراجع ورانا ما نقول إن شاء الله مشي من أمريكا لمصر عادي وعد المحيط على رجليه مشي كده عادي يعني حد يراجع ورانا اللي يعرف إحنا بنقول إيه ولا يجب دلائل على إحنا بنقوله أي هاري وراح قال لك إيه بقى وأنا برضو مش عايز أقول لك بقى المعلومة الكبيرة فالمزيع قالوا إيه المعلومة الكبيرة قالوا إنه اللي بنى القاهرة أصلا جزائريين الفاطميين تعرفين يا جماعة الفاطميين بنوا حتة قد إمن من مدينة القاهرة اللي هي عاصمة مصر يعني الحديثة مين اللي بنها يعني الحتة اللي بنها الفاطميين دي ما تجيش حتة صغنونه خالص كده من القاهرة القاهرة دي كبيرة أوي وعريقة وقديمة أقدم بكتير قوم الفاطميين موجودة من زمان قوي وأصلا الوقت اللي تبند فيه القاهرة ما كانش فيه حاجة اسمها الجزائر ما كانش فيه بلد اسمها الجزائر يا عم التقل لجن أنت أبونا دخل واحد مصري من يومين على الفيسبوك عندي قال لي أنت متوقع بين المغربة والجزائريين التقل لا أنت متمثلش المصريين يا راجل روح أنت مثل أنت المصريين يا راجل ورد أنت على بيتقال ده خلى عندك قرام ورد على بيتقال ده في حق مصر بلدك يا أخي وفي تاريخ مصر بدل ما تقول لي بتوقع ومش بتوقع المهم يعني فقال له الجزائريين هم اللي بنوا قاهرة ده مع المعلومات دي قالوا هلنا قبل كده بس ده طالع بيقولها بكل بجاحة على هوا وأصلا مصر القاهرة دي كتت موجودة قبل التاريخ حتى لو وجود الفاطميين بزمن كتت موجودة ومصر كتت موجودة والأكتر من ده كمان بقى واللي دحكت جدا في القصة دي إنه هم كمان شالوا الدور اللي عملوه مثلا المماليك في مصر ولا في مماليك ولا بنوا حاجة في القاهرة ولا تومان باي ولا في حاجة الجزائريين هم اللي بنوا القاهرة وراح طالع ميدي له القنبلة التانية بقى قال له ده روح شوف مذكرات شارون هتلاقي بيتكلم عن قوة الجزائري أنا مش عارف المصريين فرعانين بكلام الشوالي ليه شوف شارون شهد في مذكراته بقوة الجنود الجزائريين والجيش الجزائري وقال إنه هو ما واجهش أشرس منهم في المعركة على أرض مصر أشد شعري يا جدعان يعني الجيش المصري ما كانش شارس نفسي أشوف دليل إن الجزائريين حربوا على أرض مصر وإنه هم كانوا أشرس مننا نفسي أشوف دليل على كده نفسي أشوف أنا ناس من عائلتي حربوا في الحرب دي حرقتوا دم يا جدعان نفسي أشوف دليل على إن الجزائريين هم اللي حربوا في حرب أكتوبر وهو شارون شهد بسالتهم وقوتهم والجيش المصري ما حدش جاب سرته يعني يعني مش قادر أتخيل إن حد بيقول الكلام ده يا جماعة على الهوى في التلفزيون هو ليه الإعلام المصري ما بيردش ليه مصري ما بيردوش في اليوتيوب طيب بدل ما يدخل يقول له لاند بدل ما يدخل واحد كده ما بيفهمش حاجة يدخل يقول لي أنت بتوقع يا عم خش رد على الكلام ده يا عم ادخل رد على الكلام ده يا حبيبي خد الكبيرة اللي جاي ده واحد تاني بقى في برنامج تاني برضو ويقوله كلمتين برضو على مطش مصر والجزائر وبعدين قال نفس قلتي يجب ان الامير عبدالقادر تتنك وتقل على امبراطورة فرنسا تخيل الامير عبدالقادر fik علي، ازاي بقى هقول part الله why? مب Ziyech لان هما هنا هنا لاكم اعتandırوا ما بينوا يبحثوا وما كانوش عارفين الفكرة مش عارفين يعملوا ايه يعني ويعفروها ازاي? راحوا اتصلوا بالامير عبدالقادر بالتليفون الايفون تقريبا اللي كان معاهم في الالف وتمنمية في القرون الماضية. اه كان معاهم تليفون ايفون ومخبيينه عن الناس يعني مخبيينه مداريينه في جيبه. ما عشو احدش يشوفه كده يعرفوا انه في الزمن ده كان في ايفون. اصلا هو قال اتصلوا بيه. هو قال كده. اتصلوا بالامير عبد القادر اللي كان مان في ساعتها اتصلوا بيه وقالوا له احنا مش عارفين نعمل ايه عايزين نحفر قناة ومش عارفين نعمل ايه لا للفرنسيين بقى عارفوا ولا الخدوي عارف ولا المصريين عارفوا ولا حد عارف لا هو الامير عب قادر بس قال لهم اقنعوا الناس اللي موجودين في المكان ان هم يبعيدوا عن المكان يعني انقلوهم من مكانهم ولو مرديوش ادهم فلوس ولو مرديوش برضو ادهم ضعف الفلوس شفتو شايفين البساطة والسهولة اللي في الدنيا الناس هنا الفرنسيين والمواصريين والعالم كله كان قاعد هنا في مصر من احتار مش عارف يعمل ايه عشان يحفر قناة السويس ويفضي مكانها امي الامير عبد القادر اتصلوا بيه بالايفون اللي كان معاهم قالوا لهم نعمل ايه قال لهم احفروا القناة وطلعوا الناس برا اه طب لو مرديوش ادهم فلوس ولو مرديوش ادهم فلوس مرة ومرة شفتوا يا جماعة العبقرية عبقرية يا جماعة جزائرية تاريخية وعبقرية الرجل اللي بيحكي وبعدين قال لك بقى القناة حفرت بعد كده وعملوا هنا احتفالات بقى في مصر وكده فجمعوا ملوك العالم وابيطرة يعني الناس كتير الجمعوا وحكام من العالم كله الجمعوا وطبعا جيه صاحب العرس بقى صاحب الفرح الامير عبد قادر جيه بقى عشان يحضر الفرح يعني يحضر الفرح بتاع قناة السويس وقعدين كلهم بقى بيتكلموا مع بعضه وبيحتفلوا قامت امبراطورة فرنسا قالت انها لازم تعمل الواجب مع الحكام طب تعمل الواجب مع الحكام ازاي تقوم ترقص مع الحكام شفتوا القصة دي يا جماعة طلعها امبراطورة فرنسا في الزمن دي يعني كاتلة مؤاخزة اه لا احنا بلعب مجيد لمؤاخزة طب نشوف لها اسم تاني كاتت ايه رأيكو فقررت انها بقى توجب مع الناس ترقص لهم رقصية فقالك ايه اصلها قامت رقصة مع الحكام واحد واحد بقى تاخد واحد واحد بالدور تقوم ترقص مع داو تسيبه 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 كده يعني بتوجب معاهم بتاخدهم ايه واحدة واحدة قامت جات عند الأمير عبد القادر عبد القادر وقالت له عايز أرقص معاك يا عبد القادر أما عبد القادر قال لها لا مش هرقص معاك لأن أنت مش مقامي مش من مقامي أنا قيمتي أعلى من كده بكتير أقصر العربية علي أنزلت في الشرع صوت زي النسوان أعمل إيه طيب يا جماعة أنتوا قولوا لي أعمل إيه قولوا لي القصة دي أعمل فيها إيه حد يقول لي حد يقول لي الأمير عبد القادر قال لها لا لا أنا مرقصش أنت مش من مقامي أنت مش من مقامي واحد عائل على هوقع بيقول كده يا مصري اللي بتدخل تقول لي المصري اللي عارف نفسه اللي بتفرج عليه ويدخل يقول لي على الفيسبوك في التعليقات أنت بتوقع بين شعبين أولا روح شوف الجزائر عملتي كحكومة على مدار التاريخ في المغرب والمغربة قبل ما تقول لي أنت بتوقع يعني أنا لو مش موجود الجزائر مش بتعمل كده ده أول حاجة تاني حاجة روح يا ابني خلي عندك كرامة يا مصري اللي دخلتك هتبتلي في التعليقات كده روح خلي عندك كرامة ودفع عن تراث بلدك وتاريخ بلدك وشهداء بلدك اللي متوا في الحرب والجزائر والناس من الجزائر طرعين في القنوات يقولوا لك إحنا اللي حربنا وإحنا اللي أبطال نفسي أقول ألفاق مش قادر أمسك نفسي أقسم بالله اللساني مسكوا بالعافية النهاردة مباراة المغرب إن شاء الله والجزائر إن شاء الله نتمنى لفوز المنتخب المغربي يا رب نحتفل كلنا يا رب بالليل المنتخب المغربي وكمان مصر كمان مع الأردن نتمنى إن شاء الله مصر تتأهل كمان يا رب بإذن الله بإذن الله المنتخب المغربي يا فوز ونبرك لبعضوا كلنا بعد المباراة بASHكركم جدا جدا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وفي مواقف وطرائف جديدة السلام عليكم